معنا وملف طبعا اللاعبين المصريين اللي بيلعبوا في أوروبا وعلى مستوى الشباب أو على مستوى الناشئين كمان فريق الإعداد محضر لنا لاعب مصري متواجد في برشلونة الحقيقة كل أسبوع بنقدم لحضراتك ونموذج والنموذج ده ده لعيب مصدوجين جنسية مصري أمريكا عايش في أمريكا ولكن هو كان بيلعب في أكاديمية برشلونة في أمريكا والحقيقة انضم للمنتخب الأمريكي تحت 16 سنة ولعب واتبعث له جواب رسمي من برشلونة أنه يرجع ويروح لهم ويكون موجود معهم في برشلونة على مستوى الناشئين أو أكاديميات برشلونة لأن حضراتكوا عارفين بيبقى العملية هناك محسوبة كويس أو في أكاديميات من الأكاديمية ممكن يطلع يتمرر مع فريق برشلونة تحت 16 أو تحت 17 سنة ويبقى الفوكس عليه من خلال الإدارة الفنية للفريق الأول شفنا نمازج كثيرة جدا من جابي عنده 16 سنة ولعب مع فريق برشلونة ولعب مع المنتخب الأسباني برضو نموذج جديد يحمد موجود معنا وده ياخدنا للكلام عن منتخباتنا تحت السن إذا كان 17 أو 19 بياخدنا لكاس العالم اللي كان موجود فيه الأرجنتين والحالة العامة لمنتخباتنا المصرية وعدم الاهتمام بهؤلاء اللاعبين وعدم الاهتمام بشكل كبير بالقعدة والبيز الأساسي اللي ممكن نبنى عليه منتخب قوي مؤكد طبعا يعني خلنا نقول لك على حالة سيان بيتري بالذات هو برشلونة وأكاديمية لمسية يعني الفكرة العامة في أكاديمية لمسية دلوقتي أنها بقيت يعني جلوبالايز شوية يعني عالمية أكتر في درجة أخيرة اللي هو الناشئ اللي بيوصل للمسية احنا بنتكلم على الناشئ الإسباني بيجي من طرق عادية يعني عادي كتشافة شوارع لسه موجودين لحد دلوقتي بنزلوا الشرع ويجيبوا التأليدية موجود في أسبانيا عادي أنك بتقدموا بتروح وبعد كده بيبقى فيه طريق التصفية وما إلى ذلك ولكن بره إسبانيا عشان يوصلوا لكل المواهب على مستوى العالم كلها بيفتتحوا حاجات بتدر دخل بإسمه برشلونة بتفرز للعيبة الأكاديمية اللامسية نفسها الأهم من كل ده أن لو لعيب فريق أو الطلب من فريق أول أو من فريق شباب أو من أي درجة برسابيل فريق ريدي في كل الدرجات اللي بشابه لازم يبقى فيه حتة كده سبوت بلده برشلونة يعتبرها شيء رسمي لإعتماد اللعيب ده يعني مثلا زمان 2003 لما 2001 لما ميسي كان بيضطر حد يروح يشوف حد يروح يشوف بنفسه وبعد كده شافوه بيلعب في الشارع وبعد كده شافوه بيلعب في نولز أولد بويز بعد كده جابوه لا دلوقتي النظام مختلف فرونالد أروخو مثلا لما كان في أورو جوي بيلعب في نادي بنيارول وبرشلونة اتعرض عليه في برسابي ما محتاجش أنه يصفروا ويجيبوا يوديه لا فيه هناك سبوت في أورو جوي ناس بتتابع ناس شافت في أكاديمية شبهة اللي فيها سيان بيتر دي فتمام خلاص تمام أكاديمية لما أخد السق ابتدى يسافر لما سافر هناك أروخه من اللعبة اللي قعدت شهر بالزبط في بي وطلع على طول لعب فرستي تيم لأن برشلونة سعيدة كان فيه بيكي بيكبر في السن وبويول لسه معتزل من ثلاث سنين وكان فيه مشاكل على مستقلوب الدفاع وقوم تيتي مصاب فشوف السيستما كابتن بتاع إدارة عملية الناشئين ونعرف إن ده بيتم علشان في الآخر اللعيب بيعنده 16 سنة في برشلونة برشلونة فريق أول أو حاجة هنا اللعيب اللي عنده 16 سنة ممكن يكون بيتقلوا انت لسه لا لا 16 سنة دعنا عندنا لعيبة عندها 22 سنة بيقول لك اللعيب ناشئين لا 16 سنة انت لسه برهم يعني بالنسبة لهم انت لسه برهم لسه صغير ترجمة نانسي قنقر